ماذا نأخذ فكرة على ساعات هواوي الجداد وهناك GT5 و GT5 Pro والألتيمت نتعرف عليهم قليلاً ونرى التفاصيل الأشخاص الذين لا يعرفون ماذا الجديد بهذه الساعات طبعاً بالنسبة لساعة هواوي GT5 هي نفس شكل ساعة هواوي GT4 نفس الشكل هذي كانت أخضر هي صارت أزرع الآن الألوان كثير حلوة أنا لا شك بهذا الموضوع ولكن مع الوقت تمل من الألوان بالساعة يعني هذي دائماً نحفظها وتذكرها بالساعات خاصة ساعات زكية دائماً الأسود هو دائماً الأساسي موجود بكل الساعات فأنت ما بتمل منه للون الأسود بينما الساعات اللي فيهم الألوان بتصير بتمل من هيدا اللون فأنتوا لاحظوا كتير أشخاص ما بيغيروا السوار تعاولون لزكان أسود بينما زكان أحمر بتلاقيه بده يغير للون أسرق أصفر أسود فهيدا الشيء دائماً تذكروا بموضوع الساعات الزكية بالنسبة لساعة هواوي واتش جي تي 5 برو نحكي على ساعتين عندك طبعاً عندك الساعة اللي هي المخصصة للبنات أكيد ساعة رائعة جداً شكلها كتير حلو وميز وعندنا الساعة اللي هي الحجم الأكبر هي الـ 46 مليمتر بينما هذه كانت الـ 42 مليمتر للبنات عندك التايتانيوم وعندك اللون الأسود اللي هو البلاك بينما بساعة الجي تي 5 برو الـ 42 مليمتر هي بس عندك اللون الأبيض للبنات للأشخاص اللي ما بيعرفوه ساعات هواوي الـ برو إننا عنهم وحكينا هالموضوع إنه هنه ساعات خاماتهم عالية يعني عندك اللي هي تايتانيوم هيدا الشي ممتاز جداً عندك السافاير اللي هو الطبقة اللي بتحمي الشاشة نفسها كلاتها من سافاير يعني ما بتنخدش بشكل سريع هيدا الشي ممتاز جداً طيب شو اللي جديد بساعات هواوي انت شايفون أنا شفت 3 أشياء مهمة بساعات هواوي الجداد أول شغل حساس القلب الجديد لنزلوه هيدا الشي ممتاز وطبعا ما فينا نحكي عنه إلا من نجربه ونحكي عنه تفاصيله أكتر فأكيد هيدا الشي ممتاز جداً أصلاً ساعات هواوي من الساعات المميزة بهيدا المستوى يعني مستوى عالي جداً عم نحكي بمستوى أبل بوتش إذا ما كانت أقل شوي من أبل بوتش ولكن مستوى عالي جداً بموضوع حساس القلب والشغل الثاني المهمة هي موضوع الشكل الشكل العام أنا بقلكن ساعات هواوي شكله رائع جداً لا يعلى عليهم بهيدا الموضوع نقطع السطر هواوي شكله كتير مميز الألتمت خاصة لون الأخضر رائع جداً وخاصة إنه مخصصين للأشخاص اللي بيحبوا لعب الجولف وطبعا عندك اللون الأديم نفس الساعة الأديمة وعندك اللون الأسود كمان موجود بالألتمت وحتى الفايفي برو كمان شكله كتير مميز شكله فعلاً غريب وحلو جداً مميزة كتير الساعة فكأشكال أكيد ساعة هواوي كأشكال ممتازة جداً فشركة هواوي بتعمل تارجت للأشخاص اللي بيحبوا كتير غيروا الساعة بإيديهم فبتلعب على هيدا موضوع الأشكال والتصميم وإلى آخره فبتعطيك شكل ممتاز جداً غير عن الساعات العادية وثالث شغلة شفتها هي موضوع الابديت للسوفتوير يعني السوفتوير شوي غيروا لك فيه كبروا لك الخط سار الخط أوضح وأزبط وتعديلات شوي باليو آي اللي هو اليوزر انترفيس وعدلوا لك شوي بتفاصيل معينة ضافوا لك قصص معينة بالساعة من ضمنها لهي حالتك النفسية وحالتك العاطفية تشوفها أنت من خلال معلومات معينة بتعطيل الساعة من خلال دقاءات القلب بشوف أمور سوفتوير أكتر ما تكون هاردوير فعليا غير موضوع حساس القلب فاهتموا بموضوع أكتر شي موضوع القولف لأنه بتعرفوا مثلا خلالي أعطيكم مثال غارمن فيها عنده شي اسمه القولف أبليكيشن مخصصها بسا القولف فيك تنزم منها كورسز وفيك تنزم منها القولف كلاب يلي موجود بالمنطقة اللي انت فيها يعني إذا أنا عايش في لبنان بيقلي مثلا أنه انت هيدا القولف كلاب هيك شكله هيك طريقته فبتطلع الخريطة عندك على أو خريطته كشكل بتطلع عندك على الساعة وهذا الشي ممتاز جدا طبعا فيه ساعات مخصصة للغولف بينما هون لأ قلولك نحنا كمان عنا مجموعة كبيرة من القولف كورسز اللي موجودين بالعالم فيك تنزلهم عندك وتستعمل هذه الساعة والسوينج اللي هي طريقة حركة إيدك قديش الضربة بتكون السرعة تعيتك كل هالتفاصيل هايدي بموضوع القولف وذكروا هؤل أشخاص يعني أنا القولف بعرف وكل هاتنا بنعرف أنا مجربة وعندي مضرب وعندي جائزة أخذها فمجربة يعني للأغنياء جدا 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 لعبة القولف يعني من الآخر بقلكنيها يعني صراحة موضوع القولف موضوع منه لأي شخص يعني هني حددوا لك هايدي الساعة لمين اللي هي الألتيمت مخصصة لأشخاص معين أو حتى البرو كمان هي مخصصة لأشخاص معين وطبعا كمان موضوع مهم إنه صار في عندك خرايط فيك تشوف وتستعمل هيدا الموضوع بتشوف الخريطة بشكل رائع جدا وبتشوف مسارك بهيدا الموضوع فيعني أمور عدلوها كتير ممتازة جدا لازم تتعدل من زمان يعني صراحة أنا بزعل إنه ساعة هواوي تكون هلأ بتعمل هالموضوع في كتير شركات يعني سبقتها بهيدا الأساس ولكن نحن عنيها ممتازة جدا وتفاصيل حلوة وتورجيك موضوع رائعة جدا بالساعة متل ما كون شايفين يعني عتبق على شركة هواوي إنه ما حكت على شيء اسمه الـ HRV يعني هيدا الموضوع يلي هو أساس بكل شيء أو حتى الريدينس اللي إني عبدت أبقوا هلأ لحظين أنتو سامسونج بلشت فيها أميسفت بلشت فيها غارمن بلشت فيها من زمان يعني كل العالم صاروا يقل لك عن طريق HRV يقل لك حالتك الصحية لما تفيق بالصبح هيدا الشيء منه موجود حتى التعامل بالساعة يعني مثلا جيد مورنين ريبورت مثلا قومت في الصبح تقل لك حالة الطقس تقل لك بطارية جسمك تقل لك حالتك هيدا الموضوع منه موجود بالساعة للأسف فيها أمور كتير حلوة بالنسبة للصحة ولكن فيها أمور حلوة تكون بالساعة لك أنا قلت بالساعة لم يصل لها المرحلة يعطينا تفاصيل حلوة بالساعة طبعا ساعة هواوي GT5 Pro تذكر انه كيبورد تكتب منه للساعة وترد على الرسائل القصيرة وتذكر انه التطبيقات بالساعة منهم بهالمستوى ياللي نقول شركة هواوي يعني لهلأ نحكي بالموضوع انه شخص أنا بعمل أبليكيشن لشي بدي يشتغل بهوا بيشتغل على أبل أو بيشتغل على أندرويد وبقي الأمور مثل تخطيط القلب الصحة هالتفاصيل هذي كلها تفحص الشرايين كل الموضوع هذي موجودة بالساعة متغير شي اذا عندي ساعات الهواوي GT4 أو GT4 Pro أو حتى ساعة Ultimate هل أعمل الأبغريد لهذه الساعات أكيد لا ما تنتقل هؤلاء الساعات ما في شي محرز عندك ساعة رائعة جدا ممتازة حبي تخبركم الموضوع لا تنسوني بالدعم باللايك وسبسكرايب وإذا لديكم أي كومنت كلية تحت يعطيكم العافية والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته